calculations for altering product strength through dilution or fortification يعني الحسابات اللي تضمن تغيير بتركيز أو بقوة الجرعة الدوائية عن طريقة تخفيف أو زيادة التركيز هاي النقطة الأولى النقطة الثانية perform calculation for preparation and use of stock solution رح نكون قادرين على أنهم نسوي الحسابات الصيدلانية المتعلقة بتحضير stock solution رقم ثلاثة applying aligned medial and aligned allegation alternate and problem solving رح نتعلم أيضا هاي الطريقتين لحساب التركيز للمواد الصيدلانية الناتجة من مزج أكثر من مادة صيدلانية بتراكيز مختلفة بس إذا ممكن صوتي واضح يامكم بس تكتبوا لي عد شات إذا صوتي واضح يامكم بلا زحمة اوكي نكمل شكرا جزيلا بس أول ما رح نبدي نأخذ introduction بسيطة عن الموضوع نتنامل بشنو معنى زيادة بالتركيز شنو معنى قلة بالتركيز شون رح يصير هذا التغير بالتركيز ش رح نضيف ش رح نسوي The strength of pharmaceutical preparation may be increased or decreased by changing the proportion of active ingredient to hold شنو معنىها معنىها تركيز التحضير الصيدلاني ممكن إنه نزيده أو نقلله عن طريق شنو؟ عن طريق التغير بالكمية المادة الفقالة نسبة إلى الكل هذا الكل شنو هو؟ هذا الكل هو التحضير كامل يعني شنو التحضير كامل؟ نحن تدرون الجرعة الضائية مالتنا عبارة عن active ingredient اللي هي المادة الفعالة زائداً مواد أخرى مضافة تنحط بالتحضير الصيدلاني مالتنا على ما تنطيفها افت معينة يعني مادة مخففة يعني مالتنا يعني مواد أخرى مضافة بالتحضير الصيدلاني إضافة إلى المادة الفقالة فالتغيير بالتركيز لهاي المادة الصيدلانية يزيد أو يقل عن طريق تغيير تركيز المادة الفعالة أو كمية المادة الفقالة اللي موجودة بالتحضير ككل هاي النقطة الأولى شلو نقدر نسوي هاي المادة الصيدلانية مالتنا مركزة؟ نحن نقدر نضيف مادة فعالة للتحضير مالتنا اللي هو أصلاً بيف التركيز معين من حنضيف مادة فعالة شرح نسوي؟ حيزيد عندنا تركيز المادة الفعالة بالتحضير مالتنا فمعناها حنزيد الكونسنتريشن هاي رقم واحد رقم اثنين يعني نمزجها مع مادة صيدلانية مشابهة مع تحضير نفس التحضير بس شنو ليفرق؟ يفرق التركيز يكون التركيز ما للمادة المرافق أعلى من التركيز ما للمادة تركيز المادة الفعالة بالمادة المرافق أعلى من تركيز المادة الفعالة بالمادة الأصلية فمعناها رح نضيف تركيز المادة الأصلية فحيصير عندنا مور كونسنتريتيد بربريشن أو ثرو تفريق الإفاوريشن أو إفاوريشن أو إفاوريشن أو إفاوريشن الطريقة الثالثة نسوي إفاوريشن شنو يعني إفاوريشن يعني تبخير رح نبخر جزء من الإفاوريشن اللي موجود بالتحضير مالك لفلتوا تدرون احنا دا نحكي على قارت إن هو يعني كمية ثابتة من الأكتف إنقريديان محطوطة بحجم معين رح نيجي نقلل هذا الحجم المعين التأكيز مالك ش رح يصير رح يزيد فمعناها إذا نسوي إفاوريشن معناها جزء من الهورم رح يروح فمعناها تركيز المادة الفقالة وين بالريبريشن رح يزيد The strength of preparation may be decreased or diluted by فكمل نشنو رح نزيد التأكيز إذا رح نعرف شو رح نقلل التأكيز number one The addition of diluent يعني نضيف مادة مخففة مثلا for example إذا نستخدم ده نحفف السوليوشن معين والبهكل اللي مستخدمي هو ووتر خلنفرض إنه إحنا عدنا 10 جرام ب50 مل أوك يعني 10 جرام ب50 مل شو رح يصوي للدلوشن The addition of water رح نضيف مثلا 50 مل ثانية فمعناها العشرة جرام اللي موجودة بهذا الخمسة الميت مل حتصير 10 جرام وين بالميت مل معناها تركيز المادة الفعالة قال عندنا رقم 2 بس العكس نسوي ديليوشن شنون نسوي ديليوشن إنه نضيف مادة صيدلانية أو تحضير صيدلاني مشابه للتحضير الصيدلاني اللي إحنا ربي نسوي له تحفيف بس شنو تركيز المادة الفعالة تكون أقل حس عرفنا شننسوي strength thing or concentrating for our pharmaceutical preparation عرفنا شننسوي ديليوشن لour pharmaceutical preparation alternative method of calculation for the alteration of the strength of pharmaceutical preparation are presented in this chapter بهذا الـ chapter رح نتعلم إحنا شنون رح نحسب طوق مختلفة أخرى ونتعلم حسابات اللي موجودة بطرق أخرى نسوي بها تخفيف أو تركيز للمواد الصيدلانية اللي عندنا اللي حد هنا عيني أكو أحد عنده سؤال أكو أحد عنده سؤال عيني اللي عنده سؤال يكتبنا بالشات واضح واضح عيني لحد هنا حسابات يعني اكون نقاط لازم نحطها ببانة من انغير تراكيز المادة الفعالة بالتحاضير الصيدلانية يعني احنا خلال عملنا الصيدلاني اكون هواية مكانات رح نحتاج نغير بتراكيز الجرعة الدوائية يعني احنا رح نكون مفطرين الى هادش كمثال في بعض الاحيان نحتاج ان نسوي dilution المن للliquid dosage forms نعرف احنا القفل عملية بلع الحبوب صعبة عليه والأدلت ايضا يعني الجورياتريك سوري يعني الالدولي patients ايضا عملية البلع تكون عليهم صعبة لذلك يفرض انه يستخدمون منه يستخدمون الoral dosage form بعض الحالة احنا حنحضر oral dosage form معين ممكن هاد الoral dosage form نستخدمه للأدلت ونستخدمه المن نستخدمه للطفل للبيدياتريك شلون عن طريق dilution اوكي يعني عن طريق dilution رح نجيب فالدوزage form معينة نقدر نسوي لها dilution بحيث نقدر ننطيها المن نقدر ننطيها للطفل هاي نقطة كلش مهمة احنا من نجي نسوي dilution لازم نعرف المذيب الاصلي اللي حضرنا به هاد التحضير الصيدلاني اللي احنا رجي نسوي له به dilution ليش؟ لأن ممكن نصير ادنى مشكلة اللي هي ال incompatibility يعني عدم التناسق او عدم يعشان كأنه مايرهم هذا الشي ويهذا الشي مايتلائم مايتلائم من تجي تحط كحول مثلا بواتر اوكي حتصر عندك فد مشكلة معينة اللي هي ال incompatibility problem اللي هي instability problem يعني التحضير ماتك حيكون instable يعني شنو instable يعني غير مستقر او غير ثابت اوكي فمن يوصل للمريض هذا ال unstable product ما حيحصل منه المريض التأثير الالاجي المطلوب لذلك الفيكال اللي نستخدمه لازم يكون compatible with the original product يعني اذا كان مستخدم مثلا for example واتر لازم احنا نسوي dilution with water for example اذا كان عدنا الكحول لازم نسوي dilution with الكحول اذا عدنا hydroalcoholic which is a mixture of اوكيوز and alkohol or water and alkohol لازم نستخدم hydroalcoholic solution for dilution هاي نقطة كلش كلش مهمة ال incompatibility of diluant use the dilution of solid dosage form مثليش مثل powder or contents of capsule or a semi-solid dosage form as an ointment or cream is also may be performed to alter the dose or strength of a product مثل ما نقدر نسوي dilution لل oral preparation ايضا ممكن نسوي dilution من لل solid dosage form كامل عليها powder dosage form مثل ايش powder dosage form اقصد شي ممكن يعني يجي بالبال هاي powder dosage form اللي هي ال anti-asset ايضا هاي powder dosage form اللي تكون عنش ال powder او المتابعة من الكابسولة نفسها اذا الكابسولة اذا نفتحها رح نشوف بداخلها powder هذا powder اللي بداخل الكابسولة ايضا ممكن انو احنا شنسوي له ممكن نسوي له dilution شنون نسوي dilution by addition of diluant ايضا ايضا ان من ممكن نسوي dilution ممكن نسوي dilution semi-solid dosage form من يسمي solid dosage form ال ointment الدهونات وال cream هذول اثنين اتوم an example of semi-solid dosage form ايضا ممكن انو شنسوي لها alteration in the dosage strain by dilution ايضا نقطة مهمة نرجع نأكد عليها انه diluant used for dilution of solid dosage form or semi-solid dosage form should be compatible with the original formulation نرجع ونقول الكمpatibility كلش مهمة الكمpatibility كلش مهمة لانه يتأثر على stability of our dosage form وبالنهاية حتأثر على الترابيوتيك اكتيفتي لل ال معنى المريض مرح يحصل على التأثير الالاجي المطلوب فدائما نأكد على الكمpatibility في بعض الاحيان في بعض الاحيان ايضا الصيدلان يحتاج انه يسوي dilution الاسد معين الفد تحضير بكحول مثل ستردس مثلا مثل الاروماتيك ووتر هاي كلها تحضير ممكن انه نسوي لها dilution or very potent therapeutic agent يعني مادة اعلى كلش قوية تأثير العلاج كلش قوي فنحتاج ان نسوي لها dilution تأثير مالتها يكون اقل نسبة الى في التحضير معين احنا رد نسوي يعني نقدر نسوي dilution لل liquid dosage form نقدر نسوي dilution لل solid dosage form ممكن نسوي dilution لل semi solid dosage form ايضا ممكن نسوي dilution المن لل concentrated acid alcoholic preparation or very potent therapeutic agent هاي كلها ممكن نسوي لها dilution هسا اذا نجي على concentration هذي كانت تخفيف dilution يعني تخفيف تريد نخفف المادة الفعالة اللي موجودة بالتحضير مالتنا هسا اذا نجي على concentration يعني تركيز المن للمادة الفعالة بالتحضير مالتنا اذا كان ادنا concentration of liquid preparation يعني اذا كان ادنا التحضير مالتنا هو شنو هو liquid dosage form this can be achieved by evaporation of a portion of its solvent or vehicle rarely it's preformed nowadays النقطة الاولى او الطريقة الاولى هي احنا اندخر جزء من الس solvent اللي موجود او ال vehicle المادة المذيبة اللي موجودة بالتحضير مالتنا فش هيصر عندنا حيقل حجم حيقل حجم التحضير مالتنا في حين انه المادة الفعالة مالتنا بعد نفس التركيز حيصر عندنا concentrated preparation هالا الطريقة ما مستعملة بايامنا يعني قبل كان ممكن يستخدموها بايامنا هذي اكون طرق اخرى ممكن انه نستخدمها غير عن ال evaporation of a portion of solvent or vehicle حي 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 يعني اح قلنا ال evaporation هاي الطريقة is not reliable ما نقدر نعتمد هيا نعتمد على شنو هس هيا الفكرة شنو انت عندك تحضير كمية المادة الفعالة بها كمية solvent ثابت الطريقة الاولى تقولك انت تسوي evaporation من solvent وطلع جزء من solvent او تعني على مود اتركز المادة الفعال هاي الطريقة ما ممكن استخدمها باي الايام طريقة اخرى شنسوي هو variables الاثنين اللي ادنا مادة فعالة وادنا solvent او vehicle فاذا احنا مرة نتحكم بالsolvent او vehicle هنتحكم بمن هنتحكم بالمادة الفعالة شون زيد التركيز راح نضيف مادة فعالة للتحضير مالتنا فحزيد الconcentration اللي غاي المادة الفعالة وين بالتحضير مالتنا اوكي عاني هسا عدنا طريقتين للliquid اللي هي ما نستخدمها طريقة ثانية اللي ايضا ممكن استخدمها بالsolid او السمي solid dosage form اللي هي addition of a calculated quantity of additional therapeutic agent اوكي عاني زين هسا قبل ما نبدي بالحسابات شو راح نحسب اكون رقبتين كلش مهمة حطوها بالكم كل ما تحلون مسائل اذا نحكي علي المسائل اللي هتجينا بهذا التشابتر و باقي التشابترات ايضا ليش لانو هتسوي لك تسهيل لعملية الحسابات رقم واحد when the racial strength are given convert them to percentage strength before setting of proportion for example اذا واحد على عشرة شغلت تساوي لنا هاي الواحد على عشرة هي نسبة اوكي احنا علما نحاولها نحاولها الى نسبة مئوية يعني واحد على عشرة تتحول الى شغلت الى عشرة بالمية اسهل منتج تطبقها بالمعادلات مادر اسهل تكتب عشرة بالمية على انو تكتب واحد على عشرة هاي رقم واحد رقم الثين whenever proportional parts enter into a calculation reduce them to allow us term يعني كل ما عندك انت نسبة بين اجزاء شو تساوي تقللها الى اقل صيغة ممكنة يعني شنو هذا الحجي شنو معنا هذا المثال جدام اذا ادنا 75 parts على 25 parts شو نساوي راح نقللها راح نختصر 75 تقسيم 25 على 25 ستقدر 3 على 25 واحد فمعنا راح صير 3 parts per one part هذه ايضا تحسبها اسهل مما انت عندك هذه النسبة اللي هي بها ارقام اكبر اوكي عيني هاي فهمتوها النقطة عيني هاي نقطة هاي نقطة الاخيرة ما الحسابات ها كلش مهمة لانو تجنبك هاي اخطاء بالحسابات كل ما تبصط ارقامك كل ما حساباتك تكون اسهل من تجي تحسب اسهل اوكي زينا هسا نتحول الى relationship between strength and total quantity يعني الالاقة بين القوة او التحضير الصيدلاني مالتنا والtotal quantity يعني الكمية الكلية المن لهذا التحضير هسا if a mixture of a given percentage or ratio strength is diluted to twice its original quantity its active ingredient will be contained in twice as many parts of the whole and its strength therefore will be reduced by one half شنو هادا الحاجي ادنى مزيج اوكي انا هادا المزيج هادا المزيج تركيز الموادة الفعالة بيه فالنسبة معينة اوكي انا اوكي انا جينا ضاعفنا الحجم ضاعفنا الحجم شوه انا ضاعفنا الحجم يعني زين زين المادة الفعالة كانت في المزاية موجودة في الحجم معين بعديا الضاعف الحجم والمادة الفعالة شنو بقد نفسها فمعناها تركيز المادة الفعالة شبيه؟ بيه احد يقدر يجاوبني تركيز المادة الفعالة شبيه؟ بضبط يقن لا مو ثابت يقن ليش يقن؟ لانه الحجم الكلي بضبط يقن للنص ليش؟ لان الحجم الكلي لبت يحضير مالتنا الضاعف بس المادة الفعالة هي بعدها نفسها ثابتة شنو اللي رح يصير ابنه؟ رح تتوزع بحجم اكبر منها تتوزع بحجم اكبر شنو اللي رح يصير؟ التركيز رح يقل خلوا نقول خلوا نشوفها في المثال بسيط نقربها للي ما افتهم الفكرة لحد الآن التقطاتين حامرة خلوا علي التقطاتين حامرة أخطوطها بأشر ثابات صفرة يعني انت جي تخضر تقطاتين حامرة بأشر طابات صفرة شكال عندك اثنين على عشرة هذا التركيز مالتها مو صحيح؟ هس هاي الخطة مالتنا رح نضيف لها عشر طابات حامرة لأخري شنو اللي رح يصير؟ هتصير التقطاتين الحامرة وين؟ بأشرين طابة صفرة فشنو اللي رح يصير؟ تركيز الأحمر شصار به قال وين؟ طلب التحضير مالتنا اللي شكالت للنص؟ يعني انت ضاعفت الحجم أوكي يعني انت ضاعفت الحجم فالتركيز وحيصير المن؟ للنص زين الآكل صحيح أيضاً If a mixture is concentrated by evaporation to one half of its original quantity The active ingredient ونفرض إنه أي مادة أخرى بالتحضير مالتنا ما أخرت بال evaporation ما عادة منه دي نحشي solvents العصلي Will be contained in one half as many parts of whole And the strength will be doubled شنو معناها معناها إذا عدنا في التركيز معين بحجم هذا الحجم ثابت جينا سوينا evaporation قللنا الحجم الكلي إلى النص بس لازم نحطه ببعن إنه المادة الفقالة مالتنا ما يصير بevaporation ما تتبخر اوكي عيني هي رف يصير شنو نفس كمية المادة الفقالة بس وين تصير تصير بنص الحجم مال فمعناها المادة الفقالة مالتنا شم اللي يصير بتركيزها تركيزها زاد زاد بش قيد الضعف ليش؟ يعني انت قللت نص الحجم اوكي عيني قللت نص الحجم فمعناها شم اللي يصير اللي يصير إنه التركيز يزيد للضعف هاي بتهمتوها عيني اوكي اوكي كلكم اتهمتوها نعبر على الوراها اكو واحد عيني عنده استفسار اكو واحد ما اتهمها اقدر اعيدها مرة ثانية قبل ما انتقل لنقبل وراها اوكي هاجر اه اعيد ال dilution والconcentration لا بس ال dilution اوكي ه Lia حسي عائدنا تحوير سيبلاني وتحوير سيبلاني رح اعلمكم على ال concentrating ال concentrating of pharmaceutical preparation اوكي يعني هسيه اذا عادنا اذا عادنا genom حوير صيدلاني تحوير صيدلاني الاعيد مواد التحضير المستحضراني المعين بمادة فقالة مثل ما قلنا المادة الفقالة ثابتة والحجم ثابت مع المواد الأخرى اللي موجودة وياها هسه إذا جينا قللنا حجم السوفنت اللي بهاي المادة الفقالة إلى النصف عن طريق التبخير يعني خلنقول هو كان 1 جرام عشرة مولد أوكي يعني 1 جرام عشرة مولد هو ماكوشي رقب طبعا يسوي الـ Evaporation لان عصلا ينكلوش قليلة بس دابطيكو بس الفكرة عنا متحطوه ببالك 1 جرام بميت مولد خلنقول 1 جرام بميت مولد أوكي يعني جينا سوي الـ Evaporation المن للسوفنت اللي موجود للتحضير مالتلي وين وصلنا؟ وصلنا إلى الـ 50 مولد معناها هذا الـ 1 جرام وين صار؟ صار بالـ 50 مولد قبل وين كان؟ كان بالـ 100 مولد فمعناها نقلنا من تركيز قليل لأنه كان دليوتت لأنه كان 1% إلى 1 إلى 50 صار بي صار مركز التركيز ماتش قد رح يزيد احنا مو خففنا للضعف تركيزه رح يزيد ضعف اوكي يعني؟ اه سوري احنا مو خففنا خللنا الحجم مال الـ solvent للنصف اللي رح يصرشده اللي رح يزير انه تركيز المادة المقارب رح يضعف هل سأبحثوه مستخدم يصبحي مازحownik تركيز المادة المطارب جدا هل سأبحثي المادة المال سانه glorious الآن نفعل بسيط على الحجة اللي حترينها قبل شوية اللي هو dilution والconcentrating 50 ml of a solution containing 10 g of active ingredients هاي تعرفوش أنت تحسبون النسبة مالتها صحيح نقول 10 بال 50 بالمية شغيت حيصير 20 بالمية هذا التركيز مال 10 g بال 50 ml أو 1 إلى 5 weight by volume is diluted to 100 ml يعني أول حجم كان قده 50 ml ثاني حجم شغل صار 100 ml المادة الفعالة شبيهة صعبتة بقت 10 فمكان ما 10 بال50 رحصير 20 بهاي المية اوكي يعني شصار بالتركيز مالتنا بس احنا قلناها كانت 10 بال 50 اللي هي شغلت التركيز مالتها 20 ضاعفنا الحجم التركيز رح يقلد بالنص كان 10 بال 20 بالمية صار شغلت صار 10 بالمية أو 1 إلى 10 weight by volume اوكي يعني نضاعف الحجم التركيز يقل إلى النص نجي على العكس على الـ evacuation اداري دي نسوي concentrating للـ pharmaceutical preparation ما لاتش رح نسوي the volume of the solution is reduced to 25 مال يعني 25 مال هو challenge gate 50 صار 25 الـ active ingredient بقت 10 فش رح يصير ادنى من حيقل الحجم تركيز المادة الفقالة حيزيد طل الحجم للنص تركيز المادة الفقالة شبيه يضاعف يصير قبل اوكي يعني فإحنا التركيز الأصل كان شغلت من كان 10 غرام بـ 50 مال كان 20 بالمية زين إذا صار 25 عشرين شغلنا قلنا التركيز يضاعف من يقل الحجم للنص فا رح يصير شغلت التركيز مالتنا 40 بالمية هسا لحد هنا أكو أحد عنده سؤال عيني أكو أحد عنده سؤال بالضبط علاقة عجسية فاضمة هسا رح نجي نحكيها نحن أكو أحد عنده سؤال عيني هاي نقاط مهمة لأنه بعدين بالحسابات كل شي تفيدكم يعني تحطوها قدانكم وتشتغلون اوكي رح نروح على موضوع ثاني لا ممكن ممكن نحن نور باهر نور عيني ممكن نسوي ممكن نسوي ممكن نسوي للليكويد دوزش فورم للصولد دوزش فإذا كان عندش صولد دوزش فما رح تكون النسبة بين صالب وسائل رح تكون النسبة بين صالب و صالب زين عيني محمد باقر نفس الشابتر نفس الشابتر عيني اوكي إذن the amount of active ingredient remain constant any change in the quantity of solution or mixture of solid is inversely proportional to the percentage or ratio strength the percentage or ratio strength decreased as the quantity increases اوكي والعكس صحيح هالي استدامي لتكون قالتها النقطة نستدامي إذا المادة الفعالة بقى ثابتة أي تغيير بمن بالsolution أو mixture of solid يعني أي شي موجود بالتحضير ما لبنا ما عدا المادة الفعالة أي تغيير بالsolvent بالdiluant اللي مستخدم يتناسب عكسيا ويا منه ويا النسبة المئوية أو ratio strength للتركيز زينا حتش احنا زينا يعني كل ما تزيد ratio strength كل ما القوانتيتي شبيها أو الكمية شبيها الكمية ادخل هاي كلش مهمة لأنه راح نجي نحل حتشوفوها قدامكم بكل المسائل هاي نقطة مهمة بالحل هذا معناها هاي القانون اللي دنقوله اللي هو الpercentage or ratio strength decrease as the quantity increases صحيح في كل الحالات ما عدا وين هذا الماعدة في بعض الأحيان أدنى من نخبط أو نمزج سائلين مع بعض الحجم راح يتغير حجم المزيج الفاينال product راح يتغير يعني شنو حيصر بي contraction راح يقل حسا العادي من الضيف ميل إلى ميل شنو اللي يصير يزيد اوكي يعني بس إذا في بعض الأحيان أكون تحاضير صيدلانية مثلا بها ووتر وكحول ووتر وكحول من حتحط ووتر وكحول سوية شنو راح يصير حيقن الحجم ما راح يزيد يعني شنو يعني إذا حطينا 5 ملوف ووتر على 5 ملوف ووتر شقد يصير ونصير 10 زين بس إذا نضيف 5 ملوف ووتر ويا 5 ملوف الكحول الحجم راح يقل ما راح يطلع عش راح يطلع عقل من عش ليه يش نعم داي يصير contraction فهذا القانون مطبق على كل التحاضير الصيدلانية بيها liquids بس شنو يكون أو solutions سوائل بس هاي solutions لازم من تحطوها مع بعض من تمزجوها مع بعض ما يصير بها contraction ما يصير بها تقلص بحجمها زين زين هسا راح نبدأ نشوف شو راح نحل المسائل الخاصة بهذا الموضوع the problem in this section generally may be solved by any of the following methods يعني عدنا هاي تلاق طرق وهاي نقطة هننبه عليها هواية كل مسألة من المسائل الخاصة بهذا الموضوع ممكن تنحل بأي طريقة من هاي التطرق فبالامتحان من يجي انت تعرف مثلا الطريقة الاولى الـ inverse proportion حل بال inverse proportion تعرف the equation هاي القانون تحفظه وتحل عليه احفظ القانون وحل عليه تريد الطريقة الاخيرة ايضا حل عليها كل الطرق تؤدي الى عرامة بالنهاية المهم هو شنو المهم هو الحل صحيح كل هاي الطرق توديك لنفس النتيجة وكعني المهم انت ياهو النتيجة يا طريقة اللي متهمها اكثر اللي تقدر تتآمل وياها تتخدمها وحل لان بالنهاية هاي اللي تفترك كل هاي تنطي نفس النتيج وحسا رح نشوف رح نجي نحل الأمثلة حسا الطريقة الاولى اللي هي الـ inverse proportion شنو يا هاي الـ inverse proportion هو هذا القانون اللي نقلنا the percentage or ratio decrease as the quantity increases يعني نقلنا كل ما يزيد الحجم كل ما النسبة تزيد كل ما الكمية تقل وكل ما النسبة تقل الكمية تزيد فهذه ممكن طريقة نقدر نستخدمها بالحل الطريقة الثانية اللي هاي هاي المعادلة الـ first quantity يعني الكمية الاولى في its first concentration يعني التركيز المن للكمية الاولى equal to second quantity يعني الكمية الثانية multiply by second concentration يعني التركيز المن للمادة الثانية ونقدر نختصرها بهذا القانون اللي هو الـ Q1 C1 Q2 C2 كمية اولى تركيزها يساوي كمية ثانية التركيزة هاي ثانية هاي ساقرفتين ممكن توصلنا النفس النتيجة الطريقة الثالفة اللي هي by determining the quantity of active ingredient من يال active ingredient هي المادة المذابة اللي هي solute والمادة المذيبة هي solvent احنا نريد نحسب كمية المادة المذابة اللي هي solute present or require and relating the quantity to the non or desire quantity of the preparation عندك تركيز معين نطلق اولا تركيز المادة الفعالة وين بهذا التحضير مالتنا بعدين نجي نساوي نسبة وتناسب وياما وي التركيز اللي احنا ريد نحضر من هاي المادة زين عيني فتحصل على التركيز اللي احنا اريد نطلع زين هسا نيجي على مجموعة من المسائل اللي تخص هاد الموضوع اللي هو dilution and concentration of liquids هسا نيجي على هاد السؤال الاول هسا مبدعيا هاد الحجم الاول اللي هو 500 مل بيقول لك انتك التحضير 500 مل بيجي 15% volume by volume يعني تركيز المادة الفعالة 15% اوكي عيني خففنا علما خففنا لل 1500 مل يعني هاد تركيز اول هاد تركيز اه سوري هاد 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 حجم ثاني او هاد quantity one هاد quantity two quantity one شكال تركيز 15% شيريد يريد التركيز مال المادة الفعالة بعد ان نسوي dilution اوكي عيني وين يعني تركيز المادة تفعالة 1500 مال هسا قلنا عدنا احنا 3 طرق الطريقة الاولى inversion مثل ما قلنا كل ما ازيد النسبة كنا نسخل الكمية مصح هسا احنا نقول اذا 1500 مال احنا نزاد الحجم شبيه وقلت التركيز فالتركيز وين هيكون هنا بالمقام وهنا اذا 500 مال التركيز ما بتشجيل 15% هسا احنا نضرب الطرفين بالواسطين 500 في 15 على 1500 يساوي اكس اكس حيساوي 5% هذا 5% هو التركيز منه تركيز المادة الفقالة وين بال 1500 مال باعو شقل قبل التركيز صحيح قبل التركيز كان شقل 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 15% شقل صار صار وين شقل شقل صار صار 1500 مال يعني شنو باعوز احنا خلي شك ما يقولون يسمون حساب عرب شقل صار 1500 شقل تضاع 5% اوكي طمعنان التركيز بشقل هيقل هيقل لل 3 3 مال 15 شقل 5% 100 نفس فكرات النص بس هنا صار افتهمتوها وبالضبط لا ما نقدر يسرا ما نقدر ليش لأنه القانون ما لتنا شي يقول يقول كل ما تزيد الكمية كل ما شنو يقلل التركيز كل ما يقلل الكمية كل ما يزيد التركيز التناسب عكسي مطردي يعني التناسب عكسي مطردي لذلك لازم يجي نسويها اوكي يعني زين هسا نيجي على منو نيجي على الطريقة الثانية شنية الطريقة الثانية شو تقول الطريقة الثانية طريقة القانون Q1 اللي هي Quantity 1 Multiplied by C1 Concentration 1 Equal to Quantity 2 اللي هي الكمية الثانية Multiplied by منو by C2 هنا طبعا باي مستيك صورة صارة 500 مية فالquantity 1 هي 500 مصحيح مو قلنا هال500 مال هي quantity 1 Multiplied by Concentration بال هاي quantity شغلت الconcentration مال active ingredient 15 بال مية Equal to quantity 2 اللي هي 1500 مال Multiplied by what Multiplied by Concentration اللي هو الانون اللي هو احنا ما نعرف اللي احنا ريد نطلع ليش لان احنا ريد نعرف احنا ريد Concentration مصدار التخفيف مالتنا ومصدار الحجم لكل 1500 التركيز مالتنا صار 5% هاي نتيجة نفس النتيجة اللي قابل هاي اجتهمناها هاي عين الخطوة اعبر على الخطوة الثالثة او او عالطريقة الثالثة بالاخرى اوكي الطريقة الثالثة اللي قلنا انه نحسب كمية المادة الفعالة اللي موجودة بهذا الحجم المعين وبعدين نسوي لها relation لمن نسوي لها relation لل التركيز او الحجم الكل اللي احنا ريد نحضر بي شنو معناها هس احنا جدا نقول انقدنا 500 مل بي 15 بالمية 500 مل بي 15 بالمية الريب نظرف هاذ هاي 500 مل شقد بيها مادة فعالة ش رح نقول رح نقول 15 وين بالمية مل اذا بال500 مل شقد رح يطلع عنا هذا الناتج اللي هو 75 نم off sol يوت هذا وين موجود هذا موجود بال 500 مل وهذا نفس رح يكون موجود وين موجود بال 1500 مل اللي هو احنا صار الفينال ورد الوشن لذلك 1500 مل هاذي شو تمثل لنا تمثل لنا الحجم الكلي او التركيز الكلي اللي هو المية بال مية احنا اين ما نريد نغرف التركيز النهائي للمادة الفقالة بهذا التحضير مين نجيب التركيز النهائي غير لازم نعرف هاي المادة الفقالة اش قد رح تطلع تركيز راح 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 نقول 1500 مل اللي هو الحجم الكلي يمثل لنا 100 بالمية من التحضير اذا 75 مل اللي هي من مية اللي هي المادة الفقالة اش قد هيصر x percent اللي هو راح يطلع لنا أيضا 5 بال مية هسا لحد هنا اكو احد عنده سؤال اوكي راح اعيد لكم اي اي مو مشكلة راح اعيد لكم الطريقة الثالثة عندنا التحضير راح اعيدها الطريقة الثالثين هسا دا عيدها عندنا هذا التحضير اللي هو الحجم مادة الاصلي 500 مل هاد 500 مل اش قد تركيز المادة الفقالة دي تركيز المادة الفقالة بي 15 بال مية 15 بال مية اوكي عيني هاي مفتهميها انه تركيز المادة الفقالة ال 500 مل و 15 بالمية النقطة الاولى اللي لازم نسويها انه نعرف شقية كمية المادة الفقالة اللي موجودة وين بال 500 مل لانه احنا هاد ال 15 بمية حجمنا شقية حجمنا 500 مية فلازم اول شي نطلع تركيز او كمية المادة الفقالة اللي موجودة بـ 500 مل اشان رح نطلعها رح نطلعها بطريقة النسبة والتناسب نقول 15 مل وين موجودة هاي بالمية هي اعتقد دام 15 مل موجودة بالمية من مية مل اذا 500 مل شقيت فحنضرب 15 في الطرفين بالواسطين ورح نطلع ال-X اللي هو من هو اللي هو كمية المادة الفقالة اللي موجودة بال 500 مل شقيت طلعت طلعت 75 مل هس هاي فاغ مي عيني امود اعبر على النقل اللي وراها اوكي هس احنش طلعنا طلعنا كمية المادة الفقالة اللي موجودة وين بال-500 مل هاي كمية المادة الفقالة اللي موجودة بال-500 مل هي نفسها هتصير كمية المادة الفقالة وين بال-1500 مل اوكي فإذا نجي ال-1500 مل هاي شمية شتمثل تمثل مية بالمية من التحضير يعني الفقالة من التحضير من التحضير منو المادة الفقالة فال-1500 مل هاي تتمثل لنا التركيب كله الحجم كله اللي هو المية بالمية شا ريد احنا ريد نسبة او تركيز المادة الفقالة شا تركيز المادة الفقالة طلع شا من طلعه طلعنا وعز كمية او حجم المادة الفقالة اللي هو 75 هذا 75 يساوي X بالمية اللي هو تركيز هين بهذا التحضير قبل 1500 او او يعني فال-X رح يساوي 500 بالمية هذا او سوري 5% هذا هو تركيز المادة الفقالة اللي موجودة بالتحضير ما رأتنا تهمتوها عيني تهمتوها ارجع اقول هسا اجاني تم سؤالي قول دكتور عني هالطريقة مفتهمتها عني افضل انت تفتهموا كل الطرق واللي ما مفتم طريقة اقدر اعيد هي مرة ثانية بس كل الطرق مثل ما قلت لكم تؤدي الى نفس النتيجة يعني انت بالنهاية بالامتحان رح تحلي بوحدة من هالط الطرق فأي طريقة فاهمها ممكن انه تستخدمها بالحل بالنسبة العبد الملك دكتور الطريقة الاولى ما تهم اتهم اتهم او المفروض 15% بال 500 عبد الملك جاوبة زميلتك قبل شوية النقطة اللي قلناها قبل شوية انه التناسب عكسيا ويا منه ويا ال كوانتيتي يعني كل ما تزيد الكمية كل ما التركيز يقل لذلك اذا رح تقول 515% غلط لانه هاي معناها رح يصير مو تناسب عكسي حيث التناسب طردي احنا تناسبنا عكسي الكمية تتناسب عكسيا نوية التركيز كل ما يزيد التركيز كل ما يقل يقل الكمية كل ما يقل التركيز كل ما يزيد الكمية ازين عيني افتهمتوها اكو احد طريقة من هاي تركوا مفاهمها سنحل هواية اسئلة رح نشوفه بغير اسئلة يعني بس انتوا افتهمتوها هذي المسألة واضحة قدامكم عيني اوكي انا ما عندي مشكلة اذا شي مفاهمي اعيدة مرة ومرتي وثلاثة الهدف من المحاضرة انه انتوا تفتهمون يعني لا تشعر بحرج من ما تفهم شي اسأل ميان اجابة تسألي كنا احنا ربنا تعلم اولنا مثلك انا نتعلم كنا نتعلم فاي سؤال عندك حتى لو تشعر بسيط ممكن تسأل ميان اجابة بتفتهم هالنقطة حتى ما تعبر عليك وبعدين تطلع لك بغير مطانو انت مفاهمها وتبدي تتراكم شي على يقول لك كم مليليتر ممكن تستخدم من هذا التحضير المادة preservative معناها مادة حافظة كم مليليتر ممكن تستخدمه من solution تركيز المادة الفقالة بـ 1-5000 انا مونت ايش تحضر انا مونت اتحضر 125 مل من نفس المادة الفقالة بس التركيز لا تشجيل سيكون 0.2 solution هس مبدعيا اول شي شنو لازم نسوي اول نقطة قلناها ابعت الذك احسنتي احسنتم كل زي اول نقطة نحول النسبة يش نحول النسبة نحول النسبة على مو نسهل عمليات الحل فنحول النسبة بالبداية نقول 1 الى 5000 equal to get 0.02 percent weight by volume هذي النقطة الاولى هس اش كيف هتفرق لنا كل شو واي بنحل اسهل من تتعمل و percent عن ان تتعمل بالرشيو هس اذا نحل بالطريقة الاولى اش قلنا قلنا التركيز يتناسب عكسيا مع الحجم فاذا عدنا point احنا رئيما نريد نعرف الحجم من اللي رح ناخده من السوليوشن اللي التركيز 1 to 5000 weight by volume اللي هو 0.02 percent رجزا ناخد من حجم شو اللي رح نساوي طريقة الاولى التناسب العكسي 0.20 volume percent sorry equal to يعني مو equal multiplied by x mull احنا ريد نعرف احنا نعرف هذا الحجم يكون بالمقام ليش يعني هذا بالبسط احنا قلنا التناسب عكسي في حين في حين انه باع 0.2 percent الحجم شغيت 125 mull هسا نضرب الطرفين بالوسط ونطلع قيمة x اللي هي شغيت 1250 mull هذا قيم احنا قلنا هو اصلا يعني هو القانون اللي تنمشي عليه شي يقول القانون اللي تنمشي عليه شي يقول انه الحجم او الكمية تتناسب عكسيا مع التراكيز او يعني الكمية تتناسب عكسيا مع التركيز فانتي دائما الحجم تناسب عكسي تناسب عكسي يعني اذا واحد بالبسط الثاني هيكون نسبته وين وين يكون يكون بالمقام زين هسا احد يقول الطريقة الثانية تقدرون تقول لي الطريقة الثانية تكتب لي ها على التشات لالزح ما عليكم اللي يقدر بس يكتب لي القانون مثلا او يكتب لي الطريقة بالضبط هذا يسمو قانون التخفيف بالمناسبة هذا القانون اي بالضبط هو هذا انتم ما اعتقد بالكيمية C1 Q1 C2 F2 أنا سار Q1 هي Q1 C1 equal 0.22 multiplied by C2 وايضا رح نحصل نفس المالجية Q1 اللي هي 25 مال multiplied by 0.2 percent زين يعني اللي هو التركيز مال لتحضير مالتنا اللي احنا ريد نوصل له equal to X مال هاد احنا ريد نعرف شكرا رح ناخد multiplied by its concentration أو its strength لي احنا 0.02 percent which is equal to 1,220 مال هس ننجي على الطريقة الثالثة طريقة الثالثة لازم اولا نحسب كمية المالدة الفعالة اللي موجودة بضغط طريقة نحسب كمية المالدة الفعالة اللي موجودة بهذا التحضير مالتنا وبعدين نجي نطلعها بال نطلع الحجم الكلي أو الكمية الكلية هس مبدعيا 125 مال اللي هو الحجم في 0.2 percent تضربوا رأسا يطلع لكم أو مثل ما قلنا نقول إذا 125 مال 0.2 0.2 1 مال 0.2 0.2 0.2 مال شق رح يطلع لك هذا الرقم اللي هو كمية المادة الفعالة اللي موجودة بالتحضير بالتحضير مال مال نرجع مال مال هذا هذا هو نريد نطلع الconcentration مال هذا هو X X % والحجم الكل هو 100 فرح يطلع لدينا شنو 50 مال هذا هو الفعال بروديكت يعني هو إذا تقدر إذا محمد باقر هو المنطقي يعني أنه تكتب بالبداية المعلوم يعني تكتب اللي عندك اللي عندها هو بضائح شي في .2 equal to X اللي وإحنا نريد نعرف ه multiplied by its concentration بس مو غاطئ إذا تكتب بالعكس ليش لأنه بالنهاية هي نسبة وتناسب يعني إذا حتكتب الأول اللي هو Q1 X multiplied by 0.2 percent equal to 125 by 0.2 percent بالنهاية رياضيات شو ما تحط ها صحيحة لأن أنت عندك نسبة وتناسب ما رح يتغير عندك شي بس هو المنطقي والأحسن أنه تحط بالبداية sorry أنه تحط بالبداية أنه تحط بالبداية 0.2 هاي يعني منو سألني طيبة هاي 0.2 0.2 بالمية أحسن 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 هاي نجي على سؤال ثاني أو ثالث بالأخر sorry بالمية 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 الرقم الرقم ما طالع يعني مفروض هنا يطلع الرقم رح يطلع عنا هذا الحجم هذا الحجم اللي هو 533.3 مور هذا هذا هو منو هذا هو الحجم اللي ب 3 بالمية هو شديريد منك شديريد منك شدك رح أضيف مين لهذا التحضير أنا مجنطيك هذا التحضير شقد رح أضيف مين هسا هذا الحجم اللي هو اللي طلع عنا اللي هو 533 0.3 مور هذا هو الفاينال فوليوم المه للتركيز اللي هو 3 بالمية هذا الفاينال فوليوم هو مش ديريد منك ديريد منك انت شدك تضيف مين الهالة 80 مور على مدير طيب هذا التركيز فانت طلعت الحجم النهائي اللي هو 533.3 مور زين تطرح منه تطرح منه تطرح منه الحجم الأولي اللي هو 80 مور رح يطلع لك الحجم النهائي للماء اللي رح نضيفه المن لل80 مور اللي تركيزها 20% ويت باي فوليوم على مدن حصل 3% ويت باي فوليوم افتهمتوها عيني افتهمتوها عيني افتهمتوها عيني هذا هو الحجم النهائي ويريد منك حجم الماء اللي رح تضيفه هذا الـ 80 مور انا مودو تحصل لـ 3% فتطرح من الحجم النهائي لـ 3% تركيز ماتك الحجم الأصلي اللي هو 80 مور رح يطلع يطلع كمية الماء اللي رح تضيفه للتحضير ماتك على مدن حصل لـ 3% سوالوش اوكي الطريقة الثانية ايضا اللي هي يعني ممكن تحلوه باي طريقة بالمناسبة يعني انا ارجع وقلكم هي عدكم تلطروا اي طريقة انت تعرف منار ليش يطلع 4 اي صح هو هذا حنطرح الحجم الكلي من نطرح مننا حجم الأصل اللي موجود اللي رح نسوي لـ 3% رح يطلع لنا الحجم النهائي للماء اللي رح نضيفه يعني ممكن غلط صاير بنقل الرقم بس الفكرة مفهومة تمام لازم اشيك بس يصدع يعني الفكرة مفهومة الرقم ممكن انا يقضت غلط الفكرة مفهومة بس لازم اشيك ما عرف وجوز غلط او صح لازم احسب بس خلي نكمل المحاضرة بعدين نرجع علي زيان نجي على الطريقة الثانية اللي هي انه نحسب كمية منو كمية ال ال active ingredient اللي موجوده وبعدين نرجع نطبقها على التحضير مالتنا نعرف او كمية الماء اللي رح نستخدم حس مبدئيا شون نطلع الكمية مال active con c c c c c c c c مالتنا رح نضرب الحجم بالتركيز الحجم اللي هو 80 مال multiplied by 20% او تقدر 20% 80% سيطلع لك x هو الوزن المال المال الفعالة اللي موجودة اوان بتحضير مالتنا اللي هي 16 g مالتنا هسا التركيز النهائي مالتنا اه اش قاد 3 بالمية ازا نقول 3 بالمية مال اذا 16 جرام اش كمل ف رح يطلع عنا الحجم اللي هو x زين عيني اللي هو هذا اللي هو 533 و 30 point 3 مال هذا هو كمية الفوليوم النهائي اللي بيه 16 g على مو يلطينا لجعب الهجم تس احنا شريت رمال الهجم الماء اللي رح نضيف الهجم التركيز 8 جرام رح نطرح منه رح نطرح من حجم الحجم النهائي لتحضير مالتنا و رح يطلع عدنا حجم الماء اللي رح نستخدمه بالتحضير فانتوها عيني طريقة اكو احد عنده سؤال اوكي نروح على المسألة البعض افعان انجكشن كونتيني اميديكيشن 50 مليجرام مليجرام شو لازم شو نساوي ببط لازم نحولها الى قرام هاي الملي جرام لازم تتحول إلى جرام 50ملي جرام تقسموها على ألف مصحيح لأنه 1 جرام ألف ملي جرام اش قد راح يصير راح يصير 0.05 جرام وين هاي موجودة موجودة وين موجودة بالعشرة مول احنا شو نريدها نريدها نسبة فرح نقول 0.05 جرام وين بالعشرة مول اذا وين ردها نسبة مئوية اذا بالمئة مول شكت حتصير 0.5% هاي النسبة منو ال او التركيز مال المادة الفعالة بهذا التحقيق زين عيني بضعوا التركيز المادة الفعالة بهاي الانجيكشن اللي بيها 5 ميلي جرام بالعشر مل هسه نجي نطبق القانون C1 V1 C2 V2 C1 منو هاي 0.5% multiplied by Q1 منو ال Q1 اللي هو هاذ العشر مل ليش لانو هاي 50 ميلي جرام موجودة بالعشر مل وهذا تركيز اوكي عيني راح نسوي C1 V1 C2 V2 C1 جنة 0.5% V1 10 مل equal to diluted towards 2000 مل ليش لألف مل لانو هاي خففنا على اللتر فهاي ايضا لازم نكتبها بالجواب نكتب 1 لتر equal to 1000 ملي لتر multiply by X والX حيث سوين 0.005% هذا هو تركيز المادة الفعالة بعد التخفيض هاي سبعوا يعني هاي اذا شوفون الشون هاي كلها امثلة تراويكم انه التركيز يتناسب عكسيا مع منو مع الحجم كان 50 مل جرام بالعشر مل وشقد كان تركيز كان تركيز 0.5 صار يعني كل ما يزيد كل ما يزيد الكمية كل ما منو يقل يقل التركيز والعكس صحيح هاي 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 سعدنا هاي ايضا سؤال اخر دوپامين hydrochloride injection is available in 5 ml vials each containing 40 mg of dopamine hydrochloride per milliliter the injection the injection must be diluted before administration by intravenous injection if a pharmacist dilute the injection by adding the contents of 1 vr to 250 m of 5% dextrose injection calculate the percent concentration of dopamine hydrochloride in the infusion هاي سي قل لك اكو اكو تبر dopamine موجودة على شكل 5 ml vial اوكي يعني حجم هذي البيالة هي 5 ml بحيث كل 40 mg بالdopamine موجودة ب 1 ml زنعيني هاي 5 ml حجمها النهائي بس بكل ml من هذا التحضير اكو 40 mg of dopamine هذه الابرة لازم نخففها قبل ان ننطيها عن طريق الوريد اوكي الصيدلاني شو سوى لازم يخفف هاي الانجكشن او هاي البيالة بشنو بميتين وخمسين من 5% dextrose injection شي يريد يريد percent concentration of dopamine in the infusion يعني شنو in the infusion يعني هاي هنانا وراء محطة بال IV infusion اوكي يعني محطة اول خطوة شنو عندنا هادا هيا الميلي جرام لازم يتحول الى منه الى لقرام شون يتحول لقرام 1 جرام equal to 1000 ميلي جرام فرح نقسم على الف رح يطلع عنا العدد الغرامات اللي موجودة بمكان من استخدم الميلي جرام هاي رقم واحد رقم اثنين نحسب كمية الدوبامين اللي موجودة بهذا الفيال اللي واشغل حجمه اللي هو حجمه 5 مل فش رح نقول رح نقول 0.404 جرام موجودة وين بواحد مل اذا 5 مل اللي هو الحجم النهائي اللي هاي الفيال لاشغل رح نقسم 0.2 جرام 0.2 جرام هاي كمية ال active constituent او الدوبامين هيدرو اللي موجودة مل فيال هاي نقطة رقم اثنين نقطة رقم ثلاثة نحتاج بعد شنو نحتاج نحسب نسبة او تركيز percentage strength of dopamine كل فيال فبكل فيال شو نضلعها هاي احنا عدنا 0.25 اه sorry 0.2 جرام وين قلنا موجودة موجودة بال 5 مل اذا بال 100 مل X حيساوي 4% طرفين بوسطين ويطلع عنا X بال 4% اذا نساش طلعنا طلعنا التركيز شو بقاعدنا بقاعدنا نقطة مهمة نحسب الحجم النهائي للتحضير مالتنا شو نحسب الحجم النهائي للتحضير مالتنا نحسب عن طريق جمع حجم الفيالة اللي رح نحط ها وين بال IV infusion الفيالة مالتنا 5 مل IV infusion حجمة 250 مل خمسة زائد 250 ميش حيساوينا حيساوينا 255 هذا هو الفاينال فوليوم وحنا نريد التركيز هنا اوكي عيني لانهو دا يقول لك اش قد التركيز المابدة الفيالة وين بال فاينال فوليوم حس عخيج نطبق قانون اللي هو Q1 C1 equal to Q2 C2 Q1 هو 5 مل حجم اللي يالي multiplied by C1 اللي هو تركيز الدوطامين بهاي الفيالة قد طلعنا 4% equal to Q2 اللي هو من هو الفاينال فوليوم اللي رح ينطل المريض اللي هو عبارة عن مجموعة المادة الفعال الفيال زائدا ال-IV infusion رح يصير 255 multiplied by X percent اللي هو التركيز اللي احنا ردو نطلع اللي هو رح يطلع 0.078 percent هذا هو تركيز الدوطامين بال-IV infusion اللي رح ينطل للمرض أكو أحد عند سؤال عيني أكو أحد عند سؤال افتهمتوها البقية يعني افتهمتوها 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 يقول لنا ماذا يقولون هذا السؤال يقول لنا عدنا فيال هذا الفيال بواحد قرام من السيفازولين وين؟ 3 مل اوك يعني من هذا التحضير مالتنا اخذنا 1.6 مل وخففنا ويا صوديوم كلورايد على مد نحضر 200 مل انترافينوس انفوجين يعني 200 مل محلول وريتي مشي يريد منك يريد منك انه تحسب التركيز مال السيفازولين in the infusion in percent and in miligram يعني لانسبة ما ويريد منك ويريد منك بال miligram هلس مبدعيا لازم نسوي اول شي الـ quantity الاولى ورح نطبق هذا القانون C1 V1 C2 V2 الـ C1 اللي هو فهنانا ممكن انه هذا الـ 1 جرام بالـ 3 مل ممكن انه شنو نبسط الحل نحوله الى percent فممكن انه تحوله الى percent فالpercent ما تحتلع 33.3% اللي هو 1 الى 3 مل اوك يعني 1 جرام الى 3 مل الآن اخذ من نجقة 1.6 من هذا التحضير اللي هو 1 جرام من 3 مل شقد التركيز 0.33.3% equal to الـ quantity 2 اللي هو منه اللي هو الميتين مل multiplied by X X هو النسبة المئوية اللي حتطلع عنا المادة الفعالة بالتحضير مالتنا اللي هو الميتين مل رجل رح تطلع 0.27% weight by volume سيبازولي يعني كمية المادة الفعالة اللي موجودة بالميتين مل تركيز المادة الفعالة مكملة تركيز المادة الفعالة اللي موجودة بالميتين مل هي 0.27% weight by volume شيريد منك هو ايضا رايدها % ورايدها mg per mole زين اذا mg per mole لازم تحول شون تحول شون شون تحول شو سوي زين راح نحول هي هايا g per 100 مل الجرام كم ملي جرام ألف صح هنضرب في ألف فراح يصير 270 ملي جرام per 100 مل اذا تريد على مل واحد شو راح يستوي هنقسم هه هالعلمية هي 2.7 ملي جرام per مل هذا تمتعيني فاطن عايدة اوكي عادي صرح العيدين زيال مال انتباطيك زيال مال انتباطيك شنو مبيه الزيال مال انتباطيك ب active ingredient اش قدم هال active ingredient بيها 1 gram 1 3 مل 1 gram 3 مل اخذنا من هذا البيعال 1 gram 3 مل 1 6 مل اخذنا منه 1 6 مل زيال من هذا 1 6 مل اخذنا سوينا لل dilution لل 20 مل with sodium chloride injection زيال شير منك يريد منك التركيز بال final preparation as percent or as mg per m الزيال الخطوة العولة اللي قلناها نحن دائما نحول منه نحتاج انه شو نطلع نطلع التركيز مال المادة الفعالة وين بلبيعال مالتنا شو رح نطلع التركيز مال المادة الفعالة رح نقول 1 gram بلبيعال بلبيعال مال اذا بمية مال شو رح يطلع لنا الرقم اوكي يعني اللي هو هذا 33.3% هذا هو تركيز المادة الفعالة اللي موجودة بلبيعال مال هاي نقطة رقم واحد حس من هذا اخذنا شنو 1 6 مال 1 6 مال خففنا الى 200 مال باستخدام مينو باستخدام صوديوم خلورايد infusion فاش حنسوي C1 V1 C2 V2 C1 هذا اللي احنا طلعنا اللي هو تركيز المادة الفعالة بالبيعال اللي هو 33.3% multiplied by V1 اللي هو هذا اللي هو 1.6 مال هذا اللي احنا أخذنا equal to what 200 مال اللي هو الحجم اللي احنا اريد نحضره multiplied by concentration هذا الconcentration اللي احنا اريد نعرفه زين الconcentration اشجل طلع as percent طبعا لانها percent 0.27% weight by volume سيفازولين حسا هذا 0.27% weight by volume هذا المطلب الأول الطلب الثاني شي يقول لك اريد بالميلي جرام بير مال باش راح نسوي راح نحول 0.27% الى ميلي جرام شنسوي نضربها في الف 0.27% في الف يساوي 172 ميلي جرام على 100 مال احنا رتاب المال الوحدة زين عيني راح نقسم ويطلع 2.7 ميلي جرام افتهمتوا عيني افتهمتوا هذا السؤال اللي ارادة واعيدة افتهمتوا عيني نور تحسين افتهمتوا البقية افتهمتوا عيني تشوير ويجب افتهم زين هذا كل سهل السؤال تطبيق عادي بس لازم عندنا نقطة اللي دائما نسويها لازم نحول الراتيو إلى برسنت أنا موضي الحسابات تصير أسهل هنقول واحد إلى 20% جدي ساوي أنه يساوي إلى 5% فأنت بعد وراء النقطة ممكن تستخدم أي طريقة تريدها يأما طريقة تخفيف C1, V1, C2 أو تحسب كمية الـ Active Ingredients اللي موجودة هسا مبدئيا هاي الطريقة الأولى اللي هي الـ Inverse Proportion اللي هي الـ 1000 مال نحن نريد نعرف لقد تركيز مالته الـ 50 مال يتناسب وياما 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 التركيز اللي هو 5% C1, V1 آآ سوري نطلع طرفين في الوسطين ويطلع عندنا الـ X هو هذا 0.25% أو 1 إلى 400 الطريقة الثانية اللي هي C1, V1 أو Q1 C1, Q2, C2 الـ Q1 50 مال C1 هو 5% Q2 اللي هو الكمية الثانية اللي حسنا نسوي الحجم النهائي اللي هو 1000 مال هاي بالغلط يسرع بالغلط طبع خطأ مطبع يعني هذا يساوي هنا يعني مو يساوي تقريبا هنا يساوي أوكي يعني X يساوي 0.25% أو 1 إلى 400 والطريقة الثالثة اللي هي نحسب اللي هي نحسب كمية الـ active ingredient 50 مال 1 إلى 20 solution نشقد بيها بيها 2.5 جرام يعني هنقول إذا 1 إلى 20 إلا بـ 50 جرام هاي طعننا 2.5 جرام of solute 2.5 جرام of solute أيضا نجي نطبق اللي هو إحنا نريد نعرف التركيز مع الـ final preparation اللي هو اللي هو 2.5 ورح يطلع عنا 400 مال 1 إلى 400 مال هو ratio أي طريقة أرجع وغول أي طريقة من هاي الطرق ممكن أن تستبعها بالنهاية الناتج هو نفسه إذن if a syrup containing 65% weight by volume of sucrose is evaporated to 85% of its volume what percentage weight by volume of sucrose will it contain حسا أريد أشوف يعني شفتينت من هذا السؤال مبدئين شوح يصير بالتركيز يقل له يزيد أي طريقة أي طريقة زين عيني أي طريقة فمعناها سيزيد الحجم حسا مبدئيا هو يقول له 65% طريقة أي طريقة أي طريقة أي طريقة 35% of its volume هو ما نعطيك الvolume طب هالحال انت شت تسوي؟ بها الحالة انت رح تفرض الحجم انت رح تفرض الحجم شنو هالحجم؟ هو دي يقول لك 85% فانت تقدر تستخدم 100 مل يعني نفرض انه الحجم الكلي للتحضير مالتنا هو 100 مل الحجم النهائي ورا ال ماذا صار؟ صار 85 مل لماذا؟ وصل الى 85% وصل الى وصل الى احنا قربنا 100 مل اتهبتو هالي اعيدها احنا قدنا قدنا شراب شراب تركيز المادة الفعالة 85% بس هو ما نعطينا حجم هذا الشراب ما نعطينا حجم يقول لنا سوينا تبخير وصل الى يعني الـ وصل الى 85% من الحجم الاصلي من الحجم الاصلي احنا ما احنا نق prostd وقب مهم حسنا ذا نحاس يجب إن تحساب وقب نخ漏 هل يجب إن نتشاء الى حجم الاصلي احنا على مكانه و كلذا لا يenzaقنا حجم اصلي ولاanger و كيف ان نقوم قال اقل لك 85% حجم الخيم يعني من يمنى احنا نحطفة حجم معين ونطلع ال 85 بالمئة مادة فاحنا لاسهل الرقم ممكن انه انتو تاخذون المئة تفرضون انه الحجم الاول هو 100 مادة اوكي نسوينا افاوريشن بحيث بقى 85 بالمئة منا يعني اش قد بقى؟ هو مئة بالمئة بقى منا ونطلع ال افاوريشن 85 بالمئة هو مئة مالش قد بقى؟ لا احنا سوينا ال افاوريشن لحجم ما صاري حجم المائمات 85 بالمئة من الحجم الاصلي مو سوينا ال افاوريشن 85 بالمئة اكو فرق اكو فرق اكو فرق اكو فرق بين انه بتتبخرة 85 بالمئة تبخرة يروح كل ال 85 حيبقى 15 بس هنانا احنا ما مبخرين ال 85 يقولك اس افاوريشن 85 بالمئة تبخرة يعني وصلنا لك 85 من الحجم الاصلي اكو فرق افتهمتوها هذه عيني؟ اللي كان وكاتبينه 15 افتهمتوها عيني؟ اكو فرق جيدا اكو فرق اكو فرق اسيقات 65 بالمئة وحكو الفرق اكو فرق الذي كنت تبخير من الحجم الاصلي 85 بالمئة أو فرق يعني هاد تبخير من الاصلي 85 بالمئة اكو فرق اكو فرق اخو فرق اتشابه بسكرا وحكو الفرق بالمالة ما اذا قد تبخير ماذا عدد نانع بالحسابات مالفة هنحتاج حجم اولي هنحتاج الحجم النهائي بسؤال مناطنا لا حجم اولي ولا حجم نهائي شن اللي رح نسوي لازم احنا من يمنا نفرض حجم اولي ونطلع ال 85 بالمية ماتش قد اللي هو هيصير هذا هو الحجم النهائي اسهل رقم ممكن تاخذ بهيتش تحاقب هيتش مساعن هو المية رح نقول رح نقول انه 85 رح نقول انه الحجم الكلي هو شقيت هو 100 بالميت مول فاذا يقولك انت افابوريت 2 يعني وصلت الى 85 بالمية من الحجم الاصلي يعني شقد وصلت من المية وصلت إلى 85 اوكي يعني اقولك انت بخرت لل 85 بالمية من الحجم الاصلي حجمك الاصلي هو 100 بخرت لل 85 لل 85 مو بخرت 85 يعني انت طيارة 85 انت لا انت بخرت يعني 85 بالمية من الحجم الاصلي فمعناها شديد بقى عندك بقى عندك 85 مم من المية تهم انت الولاء ام حمد 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 رزاقي ممكن كان اسمك محمد باقر افتهمتها عيني يو هسا نكمل حل السؤال صار سهل عرفنا الحجم الاولي اللي هو 100 مول عرفنا الحجم الثاني اللي هو 85 مول عدنا شقد عدنا 65 بالمية تركيز رح نيجي بس نطبق القانون هاي طريقة تريد تحل انت ممكن خل نعوف هاي الطريقة هنا يساوي زين عيني هنا يساوي ماي مناقص يساوي C1 V1 C2 V2 C1 اللي هو 65 بالمية في مية equal to 85 يعني X اللي هو التركيز في 85 رح يطلع عنا التركيز النهائي الطريقة اخرى اذا نجي على البركورشن فاحنا عدنا 85 inversely proportional to its concentration هيصر بالمقام X والميتمال 65 بالمية فتركيز مالتنا رح يصير 76.74 بالمية هذا هو جواب النهائي و هذا هو التركيز شفتو التركيز الصار بي عام 65 صار جغير 76 ليش لانو سوينا فصار عدنا كمية الثالث قلت هزا نجي على هذا السؤال ايضا بالمناسبة هاي التحويلات اللي اخدتوه بالكورس الاول انتو كلهم مطالبين بيها نزنعيني مال الحجوم ممكن تجيكم بالمسائل اذا اذا انا نعطينا حجم اولي نعطينا تركيز اولي ونعطينا تركيز تاني شي ما يريد يريد الحجم النهائي اوكي يعني هزا مبدعيا الحجم هذا نعطيناه بالغالون لازم شنسوي له نحوله الى المليليتر فوانجالون equal to 3785 مليليتر هاي اول نقطة نقطة ثانية ايضا انت مخير انه تستخدم اي طريقة اذا شو هتدر عليك اذا نجي على الـ 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 نسوي C1 V1 C2 V2 C1 الي هو 30% مختلفة الـ الـ مختلفة مختلفة الـ 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 مليليتر اوحنا عنده سؤال ما توجد الى مكانه هنا اكو احد عنده سؤال هذا اللي دين سويه هذا الـ Concentrating ذاكت ببداية كان ديوشن هذه السؤالية هي Concentrating ازين عيني؟ يعني تركيز ماذا افضل نقول Evaporated يعني انت دين ركز فانت مبدعيا من التحل لازم تشوف التركيز اللي يطلع لك اقل مم اكثر ازين عيني؟ زين انا المفروض امطيكم بعد المادة بس راح اوقف لهنانا على مود هاي المادة تقروها زين ونكمل على الباقي زين عيني؟ على محاضرة الجاية في نهاية الشابتر اكو اسئلة ممكن ان انتو تحلوها زين عيني؟ ممكن ان تحلوها تدربون عليها بالنسبة الي المادة هاي نفسها هي السيلي باصمالتكم الكتاب النفسه اكو واحد من زملائكم قال دكتورة ان شاء الله هو بس انزلها ان شاء الله المحاضرة انزلكم اياه على الكلازروم ان شاء الله واحد من الزملائكم قال انه هاي المحاضرة غير عن السيلي باص او الكتاب اللي نزلتي لا هو نفسه بالضبط ما بي اي تغيير زين عيني؟ هسه سؤالي هو التالي اكو احد مفتهم شي بمحاضرة اليوم؟ رح نزلها للمحاضرة رح نزلها هي هاي السلايدات رح نزلها بي دي ات اكو احد مفتهم شي من محاضرة اليوم؟ اكو احد عنده سؤال؟ اخر مثال إ sarcasm لو محاضرة اليوم حتى يكون هاي أحد مدينة بز petals موسيقى